السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم وإنما حللتم وإنما نازلتم هناك مشكلة تظهر لبعض الإخوة الكرام وهي أن برنامج الكونتاكت النسخة المحمولة لا تضيف المكتبات عندما نريد أن نضيف مكتبة لا تضاف سنفتح البرنامج للتأكد من تلك المشكلة ولحلها إن شاء الله نضغط على إضافة المكتبة أنا اخترت هذه المكتبة نضغط على Select Folder تظهر لدينا المكتبة هنا نضغط على Save فتظهر لدينا نافذة الخطأ هذه نغلقها ثم نغلق هذه الواجهة نضغط على No لأننا إذا ضغطنا على ياس فتظهر نفس النافذة السابقة التي أظهرت لدينا المشكلة لذلك سنخرج من هنا بعد ذلك نتوجه إلى المكتبة التي نريد أن نضيفها نغير اسم المكتبة إلى أي مكتبة باللغة الإنجليزية يجب أن نغير الاسم إلى اللغة الإنجليزية لكي تضاف عندنا المكتبة نعيد الكرة من جديد ولكي نضيف المكتبة يعني ونضغط على Add نذهب إلى سطح المكتب هذه هي المكتبة التي نريد أن نضيفها التي أضفناها في السابق لكن لم تضف ستظهر لدينا نافذة جديدة فنختار Automatic التي تظهر في الأول هنا نضغط عليها لقد أضفت المكتبة نغلق الآن هذه الوجهة هذه هي المكتبة نضغط Save هنا أوكي ثم نغلق النافذة ثم نضغط على علامة الفيوليكس ثم نعيد فتح الكنتاكت من جديد وكما نرى هنا المكتبة أضيفت وبدون أي مشاكل شكرا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر